في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 تتابع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد آخر مستجدات جهود الوزارة للحد من نوبات تلوث الهواء الحد وفي بيان أكدت وزيرة البيئة أن الجهود أسمرت حتى الآن عن تجنب 16 ألف طن بعسات حيث أوضحت أن هناك إقبالا من الأهالي على فتح مواقع تجميع قش الأرز بالإضافة إلى متابعة على مدار اليوم لرز نقاط حرق المخلفات ومراقبة انبعاثات مصدر التلوث المتوقعة للحفاظ على جودة الهواء